موسيقى نسأل جناب القمص عن محمد لماذا لما ذهب إلى الغار لم يعرف كما رأينا في القصة لم يعرف من الذي قابله هل هو جني شيطان هل هو ملك وذهب يرتعد لماذا لم يعرف محمد صاحبه لا احترام رأي حضرتك في السؤال لكن محمد لم يظن قط ولم يفكر قط أنه ملك هكذا تقول السيرة أنا أشك دائما أنه جن وأنه تابع وأنه موسى وصار له جن هكذا قالت ولم تقول إطلاقا الكتب السيرة أنه ظن أنه ملك نعم كان ليه بقى لأن ظهور الملك ظهور الملك لإنسان كان بيبقى مصاحب بعلامات أهم علامة تصاحب ظهور أي ملك على طول التاريخ المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد أن يعطي سلاما نعم ناخد مشهد مثلا ظهر على العزراء مريم قال لها سلام لك أيها الممتلئة نعمة الرب معك ظهور يعطي سلام يعطي راحة يعطي طمأنينة لكن ظهور الملايك جبريل ده هو لإسمه جبريل لمحمد كان مصحوبا بالشيء غريب جدا كان بيخنوه كما رأينا في القصة كما رأينا في القصة إذن لابد أن يشك أنه جن نعم وتابعه كما كنت تقول جناب القمس كنت تقول بأن علامات ظهور الملاك هي سلام ما حصل للمحمد لم يكن أبدا من أعراض السلام رأب نعم خنقه كما قالت القصة سلاس مرات نعم يقول لو اقرأ يقول ما أنا بقارئ نعم يخنقه نعم طيب يبدأ ملاك الزاجي يخنق الملائكة تأتي ملائكة رحمة نحن بنشبه الملائكة بملائكة الرحمة نعم ملائكة تأتي لتعطي حياة لأن تخلق البشر ومن هنا كان شك محمد مش ممكن يكون ده ملائك ولم يظن أنه ملاكا لكن كان شكه أنه شيطان وراح لخديجة وقال له هذا نعم قال لها رأيت تابعا نعم أو مسني جن نعم ده كل شكوكه شكرا جناب القمس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة